بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمر إلى الجزء الثاني من الشابتر الثاني بعنوان Statics of Particles إن شاء الله رح نشوف Addition of Victors يعني كيف سنجمع المتجهات وبعدين بنشوف Resulting of Several Concurrent Forces ما هو محصل ثلاثة أو أكثر قوة تلتقي في نقطة واحدة Concurrent يعني تلتقي كلها في نقطة واحدة هل نبدأ بالAddition of Victors من أهم القوانين المعروفة هنا هو Parallelogram Low أي لو أنا عندي Vector Q و Vector P عايز أجمعهم مع بعض يكفي أني أرسم متوازي أضلاع Parallelogram وبعدين أصل النقطة A بالنقطة B هنا الDiagonal هذا هو بيعطيني مجموع P مع Q أيضا يمكن استعمال ما يسمى بالTriangle Rule for Vector Addition لو أنا عندي Triangle ABC هنا مجموع P مع Q هو الفيكتور AC ونسميه المحصل أو أيضا لو أنا عندي Q هنا بلاس P رح يعطيني أيضا الفيكتور AC وهو المحصل لP بلاس Q بطريقة الرياضيات لو عايزين قاعدة نستعمالها عشان نجيب بيها المحصل هي ما يسمى بالCosine Law أو قانون الكوساين المحصل R تربية بيساوي P تربية مع Q تربية minus 2PQ Cosine B لكن خلي بالك هنا Cosine B دائما تكون الزاوية مقابلة للمحصل R وتكتب بطريقة الفيكتورز R تساوي P بلاس Q لكن هنا ما بتنسوا المتجهات عشان تفضل الكتابة صحيحة Law of Science أو قانون الصين هنا لو أردتم طريقة سهلة اللي كتبتها من غير أخطاء هو أنك عندما تكتب صين الزاوية تقسمها على الذلع المقابل زي ما تشوفوا هنا Sine B على المحصل R بتساوي Sine A على الذلع هنا P وبتساوي هنا Sine C على Vector Q وهو الذلع المقابل للزاوية C Vector Addition is Commutative إيش المقصود بCommutative؟ يعني لو أنا جمعت P بلاس Q راح أتحصر على نفس النتيجة لو جمعت Q بلاس P Vector Substraction أيضا هو قابل للطرح لو عندي هنا P و-Q راح أتحصر على محصل هنا R بساوي P-Q لو